صباح الخير عليكم أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم نبدياكم يوم جديد وجولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء سؤال جولتنا لهذا اليوم يقول كيف تتعامل مع الشخص الذي يقلد كل أفعالك خليكم يا أنا أحبتي المشاهدين لنستمع على بعض الآراء نعم أحبتي المشاهدين ما زلنا متواصلين لماكم بجولتنا الصباحية ونلتقي بأحد المشاركين صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا ومرحبا ممكن نتعرف حضرتك عبدالله حسين تقنيات جدا طبية وطالب في هندسة الطب الحياتي أخ عبدالله شون تتعامل مع الشخص الذي يقلد كل أفعالك يعني إذا كانت هذه الأفعال هي جيدة هذه مدعاة للفخر أما إذا كانت هذه الأفعال اللي أقوم بها هي سيئة فنجال هذا الشخص وعدك هذا الشخص بحياتك نعم موجود هذا الموضوع هم يزعجك إذا شفت شخص أنه قلد كل أفعالك يعني نوعا مائي نوعا ماء بس الأغلب لا ميزعجني صباح الخير صباح النور عليكم وعلى قناة كربلا أتعرف حضرتك أنا مصطفى هادي طالب فيزياء طبية جمعت ورثة الأنبياء مصطفى شون تتعامل وشخص اللي يقلد كله في عالم طبعا إذا كانت تقليد بشكل إيجابي فأنا أنصح أن الناس يتقلد بالأشياء الإيجابية اللي ممكن الشخص يعني يتعلق من هذه النحية إذا كان بشكل سلبي فما أنصح أنه أحد يقلد شخص آخر بالأشياء السلبية وكذلك يعني الإجتهاد لازم يكون على حساب الأشخاص الإيجابيين اللي هما يطلون دافع معنا أو للأشخاص الأشخاص الثاني ورأيك هذا الموضوع تعتبره أنت كشخصيا منافسة لو أنه مثلا لفد مرض نفسي بالشخص لا نعم هو يكون منافسة إذا كان من الجانب الإيجابي طبعا إذا أنا أشوف شخص أحسن مني لازم أطمع أكون أحسن أحسن من عنده يعني وهذا الشي جانب إيجابي لنا صباح الخير صباح النور سهلا بكم شرفتونا الله يحمدك ممكن نتعرف حضرتك أنا مهندس مصطفى جمال موظف في مركز الحاسبة الإلكترونية في جامعة الأرمان في الإنبياء أخ جمال شو أنتعامل ويشخص اللي يقلد كل أفعالك يعني إذا كانت شخص اللي يقلد أفعالي وفعالي هي جيدة وما أخذي جزء الجانب الجيد من أدهي فهذا الشخص اللي أنا أفتخر بي وأحاول أنه أقربه من عندي لأنه يقلد أفعال جيدة إذا كانت بالنسبة جانب العمل أو جانب الشخصي لكن هو بالأساس للأشخاص لازم يكونون مختلفين بفعالهم فأنا يعني أحاول أنه أقربه بالجانب الجيد وبعد عن الجانب السيء من عندي إلى هنا أحبتي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الساوديو برنامج صباح كربلا تقبلوا تحياتي